بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ما زلنا نواصل ما ينبغي على العبد معرفته وتكلمنا عن ذلك لما قلنا أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره من الأسئلة ثلاثة في حديث البراي ابن عازب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة في القبر وكيف يكون حال المؤمن وحال المنافق أو الكافر وقلنا يأتي السؤال عن ما ربك ما دينك ما نبيك أو ما الرجل الذي بعث فيكم ثم قلنا هذه الثلاثة هي تسمى الأصول الثلاثة التي ينبغي على العبد معرفتها وهي معرفة العبد دينه معرفة العبد ربه معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم ما زلنا نواصل ما ينبغي على العبد معرفته من أمر دينه وقلنا الدين مراتب ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان وقلنا المرتبة الأولى هي الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاع والبراءة من الشركي وأهله وقلنا هذا التعريف يناقش ثلاث قضايا رئيسية وشرحناها وقلنا أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وذكرنا الأدلة على هذه الأركان الخمسة ثم شرحنا أهم ركن في الأركان الخمسة وهو الشهادتين وقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وقلنا لها ركنان النفي والإثبات فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله إثبات العبادة لله وحده تبارك وتعالى وقلنا أشهد أن محمد رسول الله أي أقر وأعتقد أن الله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وقلنا تقتضي هذه الشهادة أو ما يترتب عليها أي ما يترتب على كونك تشهد أنه رسول الله محبته وطاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه وعبادة الله وفق ما شرع وضربنا على ذلك ويا أمثلة ثم تكلمنا عن المرتبة الثانية في الدرس السابق وهي الإيمان وقلنا أركانه ستة هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرف وذكرنا أدلة ذلك وشرحناه بالتفصيل اليوم مع المرتبة الثالثة والأخيرة من مراتب الدين وهي الإحسان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون في هذه الآيات أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى والمراقبة التي هي أعلى مراتب الدين ومنازله وهي الإحسان الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن الإيمان والإسلام فقال أخبرني عن الإحسان في حديث جبريل الطويل اللي تكلمنا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه حقيقة الإحسان إذن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك لاحظ أن الإحسان له ركن واحد وهو عبادة الله كأنك تراه سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه أمام عينيك فاعلم أنه يراك ويراقبك ومن هذا نخرج بأن الإحسان له درجتان الدرجة الأولى هي أن تعبد الله كأنك تراه أي تؤدي العبادة لله تبارك وتعالى والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مثل الصلاة والصدقة والحج والجهاد والصوم وبر الولدين وقراءة القرآن كل ما يحبه الله ويرضاه من العبادة هذه العبادة تؤديها بصدق وإخلاص وخشوع كأنك ترى الله وتشاهده تبارك وتعالى ولذلك سنسمي هذه الدرجة الأولى درجة المشاهدة أي تؤدي العبادة كأن الله أمام عينيك تراه وتشاهده تبارك وتعالى طيب الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي إذا لم تؤدي العبادة لله بإخلاص وخشوع كأنك تراه وتشاهده ويقف أمام عينيك فاعلم أنه يراك تبارك وتعالى ويراقبك فلذلك ينبغي أن تعبده لأنك تعلم أنه يرا فعلك ويسمع قولك وهذه الدرجة سنسميها درجة المراقبة إذن الإحسان له درجتان الدرجة الأولى وهي المشاهدة والثانية المراقبة المشاهدة أنت تشاهد الله أمام عينيك المراقبة تعلم أن الله يراقبك فإن لم تكن تراه فإنه يراك طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم شوف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي يعبدونه كأنهم يرونه ويشاهدونه أو يعلمون أنه يراقبهم تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونسمعكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خرجنا من التعريف بأن الإحسان له درجتان الأولى سميناها المشاهدة وهي أن تؤدي العبادة كأنك ترى الله وتشاهده أمام عينيك الثانية وهي المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تؤدي العبادة وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يرى حالك ويسمع قولك وذكرنا الدليل على ذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون طيب إذن ما فوائد الإحسان إذا أحسنت ما هي الفوائد المترتبة على ذلك يترتب على ذلك فوائد كثيرة منها إخلاص العبادة لله عز وجل فالمحسن يتصدق على الفقير راجيا رضا الله وثوابه تبارك وتعالى أنت إذا أحسنت في العبادة من ضمن فوائدها أنك تتصدق على الفقير وأنت مخلص لله تبارك وتعالى لا تريد أن يتكلم الناس عنك أنك غني أو أنك كريم أو أنك تطعم المساكين ويطعمون الطعام لا حبي لأنهم يحبون الله إخلاصا لله تبارك وتعالى فإذا كنت محسنا بمعنى أنك تراقب الله وتشاهده وتعلم أنه يراك ويسمع قولك وحالك وفعلك تبارك وتعالى فبالتالي سيعود عليك هذا بالنفع بأنك ستخلص لله في العبادة فإذا أنفقت تكون مخلصا لله أنيتك لله لا ترجو ثوابا من أحد غير الله هذه الفائدة الأولى من فوائد الإحسان وهي أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى الفائدة الثانية إتقان العبادة وتحسينها وإكمالها فالمحسن الذي يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه ويراقب الله تبارك وتعالى بالتأكيد سيخشع في صلاته ويطمئن ولله المثل الأعلى إذا كنت تصلي أمام معلمك أو والدك ستحسن الصلاة أكثر مما إذا ما كنت تصلي لحالك وإذا كنت تصلي مع الناس ستكون أكثر خشوعا عما إذا كنت تصلي مع نفسك فإذا كنت محسنا لله وتعلم أنه يراقبك تبارك وتعالى وأديت العبادة على الإحسان في هذه الحالة ستحرص على إتقان العبادة لله وأن تحسنها وتكملها وتؤديها على أكمل وجه ليه لأنك تعلم أن الله يراك ويسمع قولك تبارك وتعالى فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأيضا إذا أحسنت سيعود عليك بالنفع الثالث وهو أن تراقب الله سبحانه والخوف منه والحياء منه تبارك وتعالى إذن من فوائد الإحسان أيضا مراقبة الله سبحانه والخوف والحياء منه تبارك وتعالى طيب لما أراقب ربنا وأكون على خوف منه سبحانه وتعالى وحياء منه حيقودني إلى إيه؟ سيقودني ذلك إلى فعل الواجبات لأني أخشى أن يعاقبني الله على التقصير فيها كالصلاة والزكاة وبر الوالدين تمام؟ سيقودني ذلك أيضا إلى ترك المنهيات كالسرقة والغش والكذب ليه لأني أعلم أن الله يراني فأستحي منه تبارك وتعالى أن يراني في وقت وفي مكان نهاني أن أكون فيه فقد نهاني عن السرقة والغش والكذب فبالتالي لا يمكن إذا كنت محسنا لله تبارك وتعالى وأراقبه في أفعالي وأستحي منه لا يمكن أن أكون في وضع سرقة أو غشة وكذب ليه لأني أعلم أن الله يراني فهذا الإحسان وهذا العلم سيقودني لأن أستحي من الله فلا يراني في المكان الذي نهاني عنه وبالتالي حيائي منه سيجعلني أيضا أن أحرص على أداء الصلاة والزكاة وبر الوالدين وسائر العبادات ليه لأني حريص على أن يراني في المكان الذي أمرني به من فوائد الإحسان أيضا الرابع محبة العبادة والفرح بها تحب العبادة وتفرح بها لأنك تعلم أن الله يراك الآن ولأنك تعلم أنك على صلة بربك تبارك وتعالى الآن زاد خشوعك وزادت محبتك للعبادة عارفين اللي بيأكل أكلة جميلة بيحبها جدا كلما بيقولها بيحس إحساس وشعور عجيب وبيتمنى دايما أنها تكون موجودة بيحب يقولها كل يوم أو المشروب كذلك أي مشروب بتحب تشربه هتحص دائما أنه يكون معك يوميا لأنك تحبه تتلذث بطعمه كذلك العبادة إذا أحسست طعمها وتلذثت بها وأنك قريب من الله تبارك وتعالى وأن الله يحبك في هذه الحالة فبالتالي ستفرح بالعبادة وتحبها قال نبي صلى الله عليه وسلم وجعلت كرة عيني في الصلاة حب بي إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت كرة عيني في الصلاة والصلاة عبادة الفائدة الخامسة من فوائد الإحسان طبعا نكتوب الرابعة هي الخامسة السعادة والأمن القلبي السعادة والأمن القلبي سعيد لأنك تطيع الله ولأنه يراك على حال جيدة من العبادة وعلى صلة دائمة به تبارك وتعالى وأنت محسن له في العبادة وسيكون عندك أمن قلبي لأنك تعلم أنه معك تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين يراك ويسمعك وينصرك وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها آه الله معك في كل حال فلذلك يكون عندك شيء من الاطمئنان والأمن القلبي حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وقال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لنظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان له درجتان وهي المشاهدة أي تؤدي العبادة كأنك ترى الله وتراقبه الثانية المراقبة أي تعلم أن الله يراك ويراقبك إذا لم تكن تراه وفوائده خمسة إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى إتقان العبادة وتحسينها مراقبة الله سبحانه والخوف منه والحياء منه تبارك وتعالى محبة العبادة والفرح بها السعادة والأمن القلبي فإذا عرفت فضل الإحسان وحقيقته ومنزلته وأجره وثوابه كما تكلمنا فاعلم أنك مأمور بالإحسان في كل شيء وفي كل عمل وفي كل قول وفي كل فعل بل وفيما يخطر في قلبك كما قال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء وأعظم ما يكون الإحسان الإحسان في عبادة الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وعليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن اتباع النبي شرط للإحسان وصحة العمل كما قال عز وجل بلى من أسلم وجهه لله أي حقق التوحيد وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والعبد مأمور بالإحسان في المعاملات أي في معاملاته للناس بالقول والفعل كما قال تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا وكما قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في هذه المرتبة لأنه أكمل الخلق فمن قطع عن الناس يعني ما اعتزلش الناس بل بلغ الإحسان وهو مع الناس أيضا فمن قطع عن الناس وما أغلق الأبواب وما وضع الحجاب محطش حدي منع دخول الناس عليه وما سكن الجبال ولا الكهوف ليختلي بالله عز وجل وإنما كان يجالس أصحابه ويمشي في حاجة الأرمال والمسكين ومع ذلك كان في أنس دائم بالله عز وجل هو أعلى درجات الإحسان وكان الحبل ممدودا بينه وبين الله تبارك وتعالى قال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مأت مرة يقول رب بفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم فعليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بما تعلمت بارك الله فيكم ورفع قدركم وإن شاء الله نحل الأسئلة نشاط واحد قال الله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين دلت هذه الآية الكريمة على الإحسان وضح ذلك دلت على أنه ينبغي على العبد أن يحسن في عبادته لله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن الله يراه ويسمعه تبارك وتعالى السؤال في الأسئلة السؤال الأولاني تعريف الإحسان يتكون من جزئين فما هما واحد أن تعبد الله كأنك تراه اثنين فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقلنا سمينها الدرجات المراقبة والمشاهدة اثنين للدين مراتب ثلاث أذكرها بالترتيب الإسلام الإيمان الإحسان أذكروا فوائد الإحسان قلنا خمسة منها إخلاص العبادة لله عز وجل اثنين إتقانوا العبادة وتحسينها وإكمالها ثلاثة مراقبة الله سبحانه والخوف والحياء منه تعالى أربعة محبة العبادة والفرح بها خمسة السعادة والأمن القلبي وقزاكم الله خير وألقاكم إن شاء الله في درس القادم من دروس التوحيد وبه نبدأ في الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا